احنا عندنا نشوة القرب وعندنا نشوة الذنب النشوة شيء من اللذة في لذات معنوية مرتبطة بالقرب من الله وفي لذات حسية مرتبطة بتحقيق الشهوات الجسدية النشوة دي نشوة القرب دي لازم تمشي في طريق ان هي تستحوذ على قلبك عشان تغنيك عن نشوة الذنب ربنا خلق البني آدم كده عالم المعاني عنده أهم بكتير من عالم المباني المعاني المحسوسة انك تبقى محترم وراضي عن نفسك ومكرم أهم بكتير من انك انت تكل أكلة حلوة أو تقضي شهوة محرمة الإنسان كده اللي بيعيش في سكة عالم المباني الملموسة والشهوات وما عندوش نشوة المعاني المحسوسة بيقترب أكتر من الحيوانية واللي بيعيش عنده اتزان دي الإنسانية بقى ما بين المعاني الملموسة الحسية الحلال والمعاني المحسوسة اللي فيها ارتقاء لنفسيته ده أصفاء المخلوقات وأقربهم من ربنا نشوة الذنب بتقضي على نشوة القرب فانت فيه تمن محتاج تتحمل مسؤوليته تجاه نفسك ان انت تحصل على نشوة القرب دي فلا ترضى بها بديلا أبدا كان سيدنا الهيفم الطائي يدعي يوميا كده يقول اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي واجعل خشيتك أخوف الأشياء إلي واقطع عني شهوة الدنيا بالشوق إلى لقائك وإذا انشغل الناس بحاجاتهم في الدنيا فأقر عيني بعبادتك واحدة واحدة شوف الدعوة والحتة اللي في النص هي دي المقصود هو ده التمن إن أنا أسعى إن أنا أوصل إن نشوة القرب وإحساس لذة العلاقة مع الله ما تتبعش أبدا ما بيعهاش علشان لذة حسية محرمة خد بالك أو لك على حاجة اللذة الحسية الحلال بتقربك لربنا سيدنا النبي اللي قال كده قال وفي بضع أحدكم صدقة إيه البضع ده العلاقة الزوجية الجسدية بين الرجل ومراته الصحابة استغربوا يا رسول الله بضع أحدنا صدقة أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر عليها قال نعم هو ربنا خلقنا كده ده حلال بتعمله في مرضات الله قال نعم أرأيتم إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر قلنا نعم يا رسول الله قال كذلك إن وضعها في حلال تقربوا ربنا سبحانه وتعالى أما الشهوة المحرمة اللي احنا بنتكلم النهاردة على دفع تمن حماية العفة الشهوة دي بتعمل ظلمانية في القلب وتخلي الإنسان مقطوع الصلة بالله قلب نضلم مش حسب ربنا ألقي في قلبي وأنا بقرأ الآية دي فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غية الشهوات دي بتقطع الصلاة مع الله سبحانه وتعالى عشان كده اسمع كل يوم درس وده كان جزء من اللي علمه لنا أسدفتنا وعلمائنا لازم يكون فيه مدخلات تقربك وتحسسك بربنا درس عن صفات ربنا وأسماء الله الحسن درس عن علاقة النبي بربنا وطيبة ورحمة قلب النبي عليه الصلاة والسلام الدروس اللي بتسمعها أيا كان بقى على الساوند كلاود على اليوتيوب أيا كان الدروس اللي هتسمعها دي هتحافظ دايما على إحساسك إنك موصول فيه مدخلات دائما وفي الآخر قلبك بإيد ربنا هو قادر على حمايته فخلي في سجودك دايما الدعاء بالحظل والرعاية والعناية بقلبك والله قادر بعطاؤه وكن فيكون يعطيك فوق ما تتمني ترجمة نانسي قنقر